الله سلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نحن الآن في القسم الرابع والأخير من المجلس الثالث من برنامج صناعة طالب العلم قسم المنظومات القسم الأول كان من هذا المجلس كان فيه المجمل والمبين من نظم الورقات القسم الثاني كان من السلم المنورق المعرفات القسم الثالث كان الفيت بن مالك في النحو الأفعال الخمسة واجعلنا حبيه فعالي النونة الآن القسم الرابع والأخير من النظم الأشباه والنظائر أول شيء الأشباه والنظائر كتاب للصيوط رحمه الله جميل طبعا وأتى به على كتب من قبله وأنا سأخصص لكم مجلس في قسم برنامج صناعة طالب العلم قسم الرسائل الجامعي قيمي أتيت بقى بهذه الكتب الأشباه والنظائر كيف تسلسل التاريخي من بدأ بها ومن يعني السيوطيك عن من أخذ مثلا أخذ عن من قبله أشباه والنظائر للسبكي وابن الوكيل وابن الملقين وهم عن من أخذوا كذا يعني الكتب التي عندي الوثاق موجودة يعني لكن نحن فقط سنتكلم عن فقط عن هذه المنظومة هذه المنظومة هي منظومة هي أصلها كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي جميل جاء الأهدل العلامة الأهدل اليمني فشرحها عفوا نظمها في هذه المنظومة التي سميت بالفرائد البهية نظم القواعد الفقهية أو نظم الأشباه والنظائر وهذا هنا أنا في مقدمت هذا الكتاب مقدمت شرح الأشباه وقدمت مقدمت شرح الفرائد البهية لاحظوا وفي تقدمي له الكتاب هو اسمه الفرائد البهية هو نظم الأشباه والنظائر أشباه والنظائر للسيوطي نظمه من؟ السيد أبو بكر بن القاسم الأهدل جاء العلامة عبد الله بن سليمان الجرهزي شرح هذا النظم في كتاب مختصر سمى المواهب السنية على الفرائد البهية ثم جاء الشيخ أو شيخ شيوخنا أبو الفيض الرباني السيد العلامة محمد ياسين الفاداني فكتب حاشية على المواهب السنية أو المواهب السنية المواهب السنية إذن عندنا الأشباه والنظائر للسيوطي كتاب نظمه الأهدل في الفرائد البهية جاء العلامة عبد الله الجرهزي إذن أن تختصر شرحه في شرحة مختصرة سمعه المواهب السنية جاء شيخ شيوخنا محمد ياسين الفاداني رحمه الله رحمه الله والجميع فكتب حاشية على المواهب السنية سمعها هذه الحاشية الفوائد الجنية فعندنا أترك لكم الكتاب الأصلي اللي هو أشباه النظائر عندنا الفرائد البهية نظم أشباه النظائر هذه الفرائد شرحها الجرهزي في كتاب سمعه المواهب السنية جاء الفاداني حش على الفوائد السنية المواهب السنية في كتاب سمعه الفوائد الجنية فرائد البهية عليها شرح المواهب السنية والمواهب السنية عليها حاشية للفاداني اسمها كتاب اسمه الفوائد الجنية وهذا أنا اشتريته في مكتبتي من زمان يعني في سوريا وهو موجود موجود مطبوع هو موجود بيديف يعني لاحظوا فالآن كما قلت لكم يعني نحن نسير في هذه هذا بشكل عشواء يعني ليس به هنا وهذه المنظومة منظومة أنا وضعت على منظومة الفرائد البهية ليست موجودة على اليوتيوب إلا على قناتي أحد الإخوة طلبت منه أن يسجع بصوته فهي من 500 بيت تقريبا هي موجودة على قناتي على اليوتيوب الآن أريكم إياها الفرائد منظومة الفرائد البهية حتى أنا لما نشرتها قالوا لي يعني كيف نفهم نشرح عليها لا بأس يعني لن نشرح كله لكن أنا نشرح بعض أبيات منها يعني مثلا اليوم نشرح لهذا العاد محكم العاد العادة محكمة يعني نحتكم إلى العادة هو يقول هنا في المتن وأصلها من الحديث زكنا فما رأاه المسلم حسنا واعتبرت كالعرف في مسائل كثيرة لم تنحصر لقائلي ثم ما لها مباحث مهمة تعلقت فهاكها بهمة أولها فيما به تثبت ذي وأمره مختلف في المأخذ فتارة بمرة جزما وفي عيبين فتارة يعني متى تثبت العادة يقول لك مرة تارة تثبت بمرة تارة تثبت بمرتين تارة تثبت بثلاثة تارة لا بد من تكرارها بحيث نتيقن منها أو يغلب على ظن أولها فيما به تثبت ذي وأمره مختلف في المأخذ فتارة بمرة جزما وفي عيبي مبيع واستحاضة قفي وتارة يشترط التكرر أي مرتين أو ثلاثة ثلاثا يصدر كقائف وما به التصيد والاعتبار بالثلاث أعمد يعني هو المعتمد وتارة لا بد من تكرار إلى حصون الظن كاختبار حالي الصبي بالمماكسة له قبل البلوغ وسواها نقله بعدين مذكر مبحث آخر مبحث العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطراضها كما اشتهر وحيث ما تعارض العرف الجلي والشرع فليقدم من للأول نحن نأخذ فقط الأبيات الأولى بعد ذلك يتكلم عن شروط العادة أول شي يتكلم عن تعريف ومنين أخذ ذات ما دليله وكم مرة واشترط خلينا نأخذ طبعا هذا هنا هنا الكتاب هذا هو الكتاب اللي هو الفوائد الجنية اللي هو الحاشية أنا لا أعرف هنا ليس ليست ليس مطبوع الكتاب ليس هذا الفوائد الفوائد الجنية أنا سأريكم سأريكم على هذا الغلاف ها لاحظ الفوائد الجنية هي اسم المنظومة اسم الفرائد البهية المنظومة فقط النظم الذي قرأته الآن أما أما شرحها فهي المواهب السنية للجرهزي أما الحاشي على الشرح فهو للعلام الفاداني رحمه الله طيب ليش ما بتطلع معنا فقط نريكم نريكم الجلد الكتاب على الأقل هذا هو الجلد هذا الجلد لكن فارغ حاليا حتى أشوف هذا هو الفوائد الجنية هذا هو الفوائد الجنية حاشيط المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقية في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية هذا طبعا الفارسي ليه الفاداني ليه الفوائد الجنية اللي هي الحاشي من تحت هذا طبعا الفارس طيب الآن سنريكم بقى إيش المطلوب شوف هذا لاحظوا هذا هذا وأصلها من الحديث الزكين هذا هون الفرائد البهية المتن المنظومة هنا قوله هو العرف والعاذة هذا هون كلام الجرهزي صاحب مواهب السنية هنا تحت بالحاشية هذا كلام صاحب هذا كلام صاحب الحاشية اللي هو الفاداني طيب سنقرأ نحن ماذا قال بسرعة عابين لك وقال تعالى هذا كلام بقى الصاحب المواهب السنية اللي هو الجرهزي قال تعالى تحت هذا العنوان لأنه الناظم وضع عنوان اسمه العادة محكمة بدأ بالشرح الجرهزي فقال في المواهب السنية قال تعالى وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يعني هنا أمر بالعرف بعض التفسيرات يعني أمر بالمعروف الشيء المعروف يعني والعرف يقول لك هو العادة بعدين وأصلها من الحديث الزكنا اللي هو بقى كلام الماتن أو الناظم اللي هو مين اللي هو الأهدل وأصلها من الحديث الزكنا أي علماء فما رآه المسلمون حسنا قال فما رآه من الرؤية أي الفكر الذي تحمد عاقبة المسلمون حسنا ولفظ الحديث قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن قال العلاء لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وإنما هو من قول ابن مسعود أخرجه الإمام أحمد في مسنده وحتى في مسنده يعني هو نذكور بلفظ آخر لذلك هنا السخاوي تحت في الحاشي كما يسكن الفاداني يقول لك ما رآه المسلمون حسنا يقول لك رواه أحمد في المسند ووهي من عزاه المسند من حديث أبي وائل عن ابن مسعود ها شوف يقول لك إن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا هذا رواه أحمد في كتاب السنة وليس في المسند ولفظه إن الله نظر في قلوب العباد فاختار له محمد فبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فاختار لهم أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه فما رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأاه المؤمن قبيح وعند الله قبيح قال في كشف الخفاء وهو موقوف حسن وأخرجه البزار والطيالس والطبران ونحن إذا نبحث عن الحديث يعني نكتبه ما رأاه المسلمون حسنا فما رأى فما رأى المسلمون حسنا طيب هو موجود في كتاب المسند فما رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا وما رأاه سيء فهو عند الله سيء طبعا الإسناد إلى ابن أبي إلى ابن مسعود حسن من أجل العاصم ابن نجود هو وقيد رجال الشيخين وهو من رجال الشيخ طيب وخرجه البزار والطبران في الكبير من طريق ابن عياش وأورده الهيثمي في المجمع ونسبه إلى أحمد والبزار والطبران قال رجال موسقون طيب إذن الحديث موجود في مسند أحمد هكذا فما رأىه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا وما رأىه سيئا فهو عند الله سيء هذا لكن من كلام ابن مسعود موقوفا عليه وليس مرفوعا طيب إذن صحيح هنا وهو من قول عبد الله ابن مسعود أخرجه الإمام أحمد في مسنده لكن هنا لما يقول طيب هو هو موقوفا حسن طيب إذن خلاصا أنه هو الحديث ومسند أحمد عن ابن مسعود موقوفا عليه ليس مرفوعا إلا به ما رأىه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا طيب قال فقول النظم الحديث فيه توسع ويمكن استدلاله بإلاها بآية وما يتبع غير سبيل المؤمنين لأنه لأنه هو هو النظم بيقول أصلها من الحديث زكنا فما رأىه المسلمون حسنا بيقول أنه هذا ليس حديثا إنه ماذا قال ابن مسعود طيب ابن مسعود يقال عنه حديث موقوف يقول لك طيب فيه أيضا ممكن استدل عليه ومن يتبع غير سبيل المؤمنين بعدين نرجع للمتن واعتبرت كالعرف في مسائل كثيرة لم تنحصر لقائل قال واعتبرت أي العادة كالعرف وهو ما تعرفه وما تعرفه العقول وتلقته الأمة بالقبول لاحظ وطبعا فيه فرق بين العرف والعادة سيذكرها بعد قليل أن العرف هذا يكون جماعي والعادة تكون فردية أو شيء هذا يتكرر وشيء لا يتكرر وكذا إلى آخر طيب وما ما تعرفه العقول وتلقته الأمة بالقبول قال واعتبرت كالعرف في مسائل كثيرة لم تنحصر لقائل قال فيشق حصرها وذلك كأقل الحيض وأكثره وأقل الولوغ بيذكر بقى مسائل كثيرة جدا في الأصل أنه هذه في مسائل كثيرة ليس لنا كل شيء أصلا ليس له ضابط بالشرع ولا في اللغة يرجع إلى العرف أو العادة يعني من هذه التي ذكرها أنه أقل الحيض وأكثر وضابط الحرز وضابط القبض وضابط كذا كل هذه تعود إلى العرف فما عده العرف أنه قبضا فهو قبض ما عده حرزا فهو حرز طيب وأقل الحيض وأكثر وأقل البلغ طيب قال الزركشي ولم يعتبرها الشافعي في صورتين أي قلنا استصناع الصناع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بأجراء قال الشافعي رضي الله عنه إذا لم يجري استئجارهم لهم لا يستحقون يعني إذا هم صنعوا بدون عقد لا يستحقون شيئا والثاني عدم صحة المبيع البيع بالمعاطاة على النصوص وإن جرت العذب بعده بفعله وإن كان المختار خلافه في الصورتين أيضا بيع المعاطاة لا يصح هو الشافعي وإن يعني يعني تعرفه الناس أنه واحد يبيع ويشتري بدون صيغة عقد لأتك واشتريت كما الآن لما تشتري من السوبر ماركت عن طريق البطاقة الاتماعية بدون بدون ذكر العقد طبعا هنا يوجد تفصيلات في بيع المعاطاة واختيارات لبعض الشافعي أنه يقبل يقبل بعض الاختار أنه قبول بيع المعاطاة لكن اختلفوا هلو يقبل مطلقا ولا في المحقرات ولا كذا كلام ثم لها مباحث مهمة تعلقت فهاكها بهمة قال الزركشي اعلم أن مادة العادة تقتضي تكرار الشيء وعود وتكرار الشيء وعوده تكرارا كثيرا يخرج عن كونه وقع بطريقة أو يخرج عن كونه وقع بطريقة الاتفاق أشار إليه القاضي أبن بكر العربي الأصولي أبن العربي أن العادة تقصد تكرر أن العيد أصلا سمي عيدا لعوده على يعوده على العوده كل سنة أو لعوده بالأفراع أو كذا طيب أولها فيما به تثبت ذي يعني أول مبحث ثم لها للعادة مباحث مهمة تعلقت فهاكها بهم أولها فيما به تثبت ذي وأمره مختلف في المأخذ بما تثبت العادة بمرة أو بمرتين أو بثلاثة أو بأكثر بيقولك في أشياء تثبت بمرة في أشياء تثبت بمرتين في أشياء بثلاثة في أشياء بأكثر فبير فبيقول لكم أولها فيما به تثبت ذي يعني هذه مرة أو بمرتين أو أكثر ويطرد ذلك أم يختلف ومن ثم قال مطلب وأمره مختلف في المأخذ يعني في الدليل المأخذ الدليل وأمره مختلف في المأخذ أي الدليل المختضي للمرة أو الأكثر فتارة تثبت فتارة بمرت أولها فيما به تثبت ذي وأمره مختلف في المأخذ فتارة بمرت جزما وفي عيب مبيع واستحاضة قفي فتارة بمرت جزما بمرت تثبت لحظ فتارة يقول لك الشريح فتارة تثبت بمرت جزما وفي عيب مبيع كسرقة رقيق فإنها تثبت بمرت يعني الرقيق هذا متى نقول أنه في عيب السرقة إذا سرق مرة يكفي حتى نقول هذا عيب يرد به اشتريت أنا عبد وقيل بأنه سرق وله مرة هذا عيب يرد به واستحاضة فإنها تثبت بمرت سيدرب المثال كيف قال السيوطي يعني في الأصل أشباه النظائر كتاب الأصل هنا الشارح الجرهزي ينقل عن الأشباه النظائر عن الكتاب كتاب أشباه النظائر السيوطي يعني يستعين بالأصل يستعين بالأصل قال قال السيوطي رحمه الله بلا خلاف لأنها علة مزمنة الاستحاضة تثبت بمرة واحدة لماذا قال لأنها علة مزمنة فإذا وقعت فالظاهر دوامها وسواء في ذلك المبتدأ والمعتادة والمتحيرة عند الشافعية ثلاثة الحال مبتدأة لم يكن لها عادة ولا تمييز ومعتادة لها عادة لكن يعني فقدت التمييز متحيرة هذه يعني ليس لها لا تمييز ولا عادة ونسيت كل شيء يعني نسيت عادتها وليس لها تمييز ف بيقول لك إذن مستحاضة تثبت استحاضتها بعادتها في الاستحاضة بمرة لا نسى يشرح كيف بلا خلاف لأنها علة مزمنة فإذا وقعت فالظاهر دوامها وسواء في ذلك المبتدأ والمعتادة والمتحيرة كيف بيقول لك قال الزركشي ما يثبت بالمرة قطعا هي أصل الاستحاضة من المبتدأ المرأة أول مرة يجيها الحيط قال كيف كيف بتكون استحاضة هذه التي هي المبتدأ قال إذا فتحها الدم الأسود خمسة أيام هذه مبتدأة لكن مميزة مش مميزة بالإدراك لا مميزة للون الدم كيف بيقول لك ستميز بينه باللون تميز الأسود من الأحمر أو تميزه بين ثخين ورقيق قال إذا فتحها الدم الأسود خمسة أيام مثلا ثم تغير إلى الضعف فلا تغتسل ولا تصلي امرأة أول مرة يجيها الحيط جاءها خمسة أيام أسود ثم صار ضعيف أحمر أو رقيق فهذه تبقى لها حكم الحيط لا تصلي حتى في اليوم السالس الذي رأت فيها الدم ضعيف أو صار أحمر وكان أسود يبقى تبقى لها حكم الحيط فلا تغتسل ولا تصلي بل تتربص ليش؟ قال فلعل الضعيفة ينقطع دون الخمسة عشر يوما فيكون كل حيط لأن عند الشافعي ضمن الخمسة عشر يوم هذا حيط حتى ولو ميزت بعضه عن بعضه متى يكون بقى الاستحاضة إذا زاد خمسة عشر يوما الأسود مع الأحمر أو الثخين مع الرقي طبعا ضمن شروط وتفصيلات شوف فإذا جاوز الخمسة عشر تداركت ما فات إذن يعتبر أنه جاء خمسة أيام سود أيام يعني الدم أسود ثم مثلا جاءها إثنى إثنى عشر يوما دم أحمر مثلا هذا الإثنى عشر يوم هذه استحاضة هذه يعني تقضي فيها الصوم والصلاة وكذا إلى آخر فإذا أما الحقيق خلاص تقضي فيه فقط تقضي فيه الصوم دون الصلاة وطبعا بالإضافة إلى الأحكام الأخرى بها قضية لمس المصحف وكذا فإذا جاوز الخمسة عشر الخمسة عشر تداركت ما فات فشوف هذا كله في الشهر الأول تداركت ما فات يعني هذا يعد عليه خمسة أيام سود بعدين مثلا إثنى عشر يوم لأنه قبل لأنه عد عليها بس خمسة سود بعدين أقل من عشر حمر مثلا لون أحمر دم أحمر فصار كل أقل من خمسة عشر يوم هذا كل حيد لكن جاء خمس أيام دم أسود بعدين أكثر بقى الأضعف أكثر من عشر أيام هذا هنا صار اسمه استحاضة في الشهر الأول خلص تقدر أنه هذا مثلا جاء إثنى عشر أيوما دم أحمر وقبل خمسة أيام دم أسود إثنى عشر أيوم هذا تعتبر أنها مستحاضة أنها ستقضي الصلاة والصيام هذا من نسبة للشهر الأول من نسبة للشهر الثاني خلص تعتبر أنه شوف إذا كان في الشهر الثاني فكل من قلب الدم إلى الضعيف تغتسل إذا بان استحاضة إذ بان مفروض استحاضة في الشهر الأول الشهر القادم جاء خمسة أيام فكل من قلب الدم إلى في المهم جاءها دم مثلا أسود مثلا نفضل خمسة أيام ثم اليوم السادس ضعف الدم خلاص تعتبره هذا استحاضة ليش اعتبرنا هذا استحاضة بالعادة التي تكررت لمرة واحدة لأننا قلنا هي مبتدأ في الشهر الأول هكذا جاءها خمسة أيام ثم جاءها دم وتجوز الخمسة عشر يوما دما ضعيفا اعتبرناه استحاضة فهذا يعتبر نقول لا أنت هكذا صارت هذه عادتك دم الثقيل أو الأسود صار حيضا ودم الخفيف أو الأحمر صار استحاضة فإذا كان في الشهر الثاني فكل من قلب الدم إلى الضعيف تغتسل إذا بان استحاضتها في الشهر الأول لأنها لعلة مزمنة فالظاهر أنها إذا وقعت دامت انتهى كلامه هذا كلام الزركشي يعني هنا كل محل الشاهد أنه هذه خلص صابتها الاستحاضة في الشهر الأول من أول مرة اعتبرنا أنه خلص هذا الشهر القادم عكذا سيكون هل تنبيه هل هذا القسم هل من هذا القسم كراهة ترك هل من هذا القسم كراهة ترك ورد اعتاده كالتهجد فيكره لمن عمل ولو مرة الترك أو لابد من السلاس أم يشترط قصد كونه وردا من التكرار أو وجود قرينة تدل على كونه وردا لم أرى من تعرض له واستدلالهم بخبري أبا عبد الله يعني يا أبا عبد الله ولا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه ويقتضي التكرار مع وجود القرينة أو مع النية يعني هون عم يتقلم على أمر آخر أنه واحد له عاد بالتهجد ثم تركه متى نقول تركه إذا كان له إذا فعل هذا التهجد مرة فقط بحيث أنه المرة الثانية لم يفعله من قول ترك العادة وينطبق عليه الحديث أنه لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه من مرة واحدة نقول إذا فعله مرة والمرة الثانية أنه نقول له أنت صار فيك مثل هذا الحديث كان فلان كان يقوم الليل ثم تركه أم يجب أن يكون تهجد مرتين ثم تركه حتى ينطبق عليه هذا الزم أو هذا المؤاخذة وطبعا ما فيه زم لأنه قيام الليل سنة يعني شيء مندوب يعني ليس واجبا إلا على النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا على قولي واستدلالهم إذن أم لا لا بد أن يتكرر أنه يفعله ثلاث مرات يقول لك هذا لم أرغب من تعرض له لاحظ هل في ذلك هل يدخل في ذلك كراحة ترك ورد اعتاده كالتهجد فيكره لمن عمل ولو مرة الترك أو لا بد من السلاس أم يشترط قصد كونه وردا من التكرار وجود قرينة تدل على كونه لم أرغب من تعرض له طيب أعب إليك وتارة يشترط لأنه ونرجع للمثل وتارة فتارة بمرة جزما وفي حيبي مبيع واستحاضة قفي أنه نعم مين معنا لأطلع طيب طيب احنا ما مش ماشي بس أنا أحيانا لا أرى من يرفع هذا وأحيانا نكون أشرح على كل ف يا أستاذ أحمد أحمد السوري الشيخنا ما في حد صعدنا من شأن تجي الناس وتعمل الفائدة طيب ماشي أنت موجود لساك طيب طيب وتارة يشترط شبأة ونع بيئلك أول شيء وتارة يشترط التكرار أي مرتين أو ثلاث فتارة بمرة جزما وفي عيبي مبيع واستحاضة قفي المرة واحدة أنه فقط يشترط التكرار مرة واحدة مثلا عيب المبيع والاستحاضة مرة واحدة تكفي قل وتارة يشترط التكرر أي مرتين أو ثلاثا يصدر هنا بيشرح هنا بأجر هذا الكلام يقول لك وتارة يشترط التكرر أي مرتين على مقابل الأصح أو ثلاثا يصدر ما ذكر كقائف فإنه لا يكتفي فيه بمرة وما به التصيد فإنه لا يكتفي فيه بمرة قطعا قال السيوط والاعتبار بالثلاث أعمد أعمد وتارة انشترط التكرر أي مرتين على مقابل أصح أو ثلاثا يصدر كقائف فإنه لا يكتفي فيه بمرة القائف أنه يعرف هذا من رجليه يعرف أنه هذا منسوب لهذا الأب أو لذاك هذه عادة كانت عند العرب والنبي صلى الله عليه وسلم أقرح وخلافا يعني للحنفية وما به التصيد يعني أنه هل هذا وما علمتم من الجوارح مكلبين أنه كلب الصيد هل يشترط فيه التكرر شوف وما به التصيد فإنه لا يكتفى فيه بمرة قطعا حتى نقول أنه هذا كلب مصيء معلم أنه لا يجوز الصيد إلا بكلب معلم وهذا يبغي أنه فيه التكرار قال السيوطي والاعتبار بالثلاث أعمد أي أقوى أنه لازم يتكرر منه هذا ثلاث مرات وظاهره ترجيحه وليس كذلك بل هو ضعيف والمعتمد أنه لا بد من التكرار حتى يحصل غلبة الظن تعليم كما رجحه السيوطي في الأشباه والنظائر وعجيبه من السيدي هذا الخلاف السيدي عن الأهدل الذي نظم هذه القصيدة يعني هون أبي أقول لك والاعتبار بالثلاث أعمد يعني أقوى وظاهره ترجيحه وظاهر ترجيحه وليس كذلك بل هو ضعيف يعني هذا الذي ذكره الناظم أنه الثلاث هي الأقوى والأرجح أنه لا هذا ضعيف هذا مش قولا راجح والمعتمد أنه لا بد من التكرار حتى يحصل غلبة الظن بالتعليم أنه لا لا يشترط للكلب حتى يكون كلب الصيد أنه فقط يتكرر ثلاث مرات لا يشترط يشترط التكرار حتى يحصل غلبة الظن بالتعليم يتكرر المرة وثمتين وثلاثة واربعة وخمسة حتى نعرف أنه هذا يصيد يصيد لنا ولا يصيد ليأكل إذن لأنه إذا صاد ليأكل إذن هذا محرم لا يجوز كما رجحه الصيوطي في الأشباه والنظائر وعجيبه من السيد هذا الخلاف يعني أنه هون السيد الأهدل لما قال والاعتبار بالثلاث أعمده بقضية الصيد أنه قال أنه معتبر أنه يكون الصيد هذا يصيد ثلاث مرات يعني يصيد لصاحبه ثلاث مرات أنه قال لا الصيوطي رجح أنه لا بد من التكرار بحيث أنه يحصل غلبة الظن بالتعليم أنه حتى يغلب على ظننا أنه فعلا هذا تعلم لاحظوا وهل من هذا القسم الصوم إذا انتصف شعبان لمن اعتاده قبله ثلاثا أم لا القياس ما قدمته أنه أنه إذا انتصف شعبان فلا تصوم طيب هل هذا هل هذا ينطبق قالوا قالوا إلا لمن كان له عادة طيب هل هذه العادة أنه صام مرة قبل نصف شعبان مرة واحدة صام فنقول له معلش إذا صمت بعد نصف من رمضان نصف من شعبان صام قبل نصف من شعبان مرة واحدة فهل تكفي مرة حتى نقول له نعم يجوز لك أن تصوم بعد نصف من شعبان مع أنه منهي عنه لكن لمن اعتاده وليس من يعنه هل هل العادة هل تكفي بالمرة أو بالمرة دين أو بالثلاثة فأقول لك أنه القياس ما قدمته القياس ما قدمته يعني أنا رجعت ماذا قدمه هنا يعني طيب هات لنشوف المحشية الحشية هلأ يغيثنا بهذه القضية المحشي اللي هو الفاداني يعني لأنه هذا شرح صاحب الكلام الجرهزي صاحب المواهب السنية شوف يقول لك قوله الصوم أي جوازه مع أنه يحرم إذا انتصف شعبان لما رواه أبو داود هذا كلام الفاداني تحت بالحاشي لما رواه أبو داود بإسناد صحيح إذا انتصف شعبان فلا تصومه قال الفقهاء ظاهره أنه يحرم وإن وصله بما قبله وليس مرادا والصحيح كما في المجموع أنه لا يحرم إن وصله بما قبله حفظا لأصل مطلوبية الصوم لمن اعتاده الصوم قبله قبل الانتصار لأن كان يصوم معينا كالاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما يعني من اعتاد صوم سنين اثنين وخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم قبل شعبان فييجوز قبل نصف شباب فييجوز بعد أن يتابع الصوم هكذا ثانين وخميس بعد النصف شعبان لكنه ما تعرض لقضية الله القياس ما قدمته القياس ما قدمته هو هنا ويقول قوله قفي من دخوله في هذا القسم يعني أنه لا بد من التكرار مع وجود القرينة أو النية فهن لما قال أنه هل من هذا القسم الصوم إذا انتصف شعبان لمن اعتاده قبله ثلاثا أم لا يعني صام ثلاث مرات قبل انتصف شعبان فمن أوله عادة قال لك القياس ما قدمته القياس ما قدمته هنا لما قال أنه لا بد من التكرار مع وجود القرينة أو النية أنه كان يفعل هذا الشيء على نية التكرار وتارة نرجع للهذا نرجع للمتن وتارة لا بد من تكرار إلى حصول الظن كاختبار حال الصبي بالمماكسة له قبل البلوغ وسواها نقله وتارة لا بد من تكرار إلى حصول الظن قال إلى حصول الظن بالإصابة هذا كلام الجرهزي هنا في المواهب السنية كاختبار الديك للأوقات يعني هو أهل يعني هو أهل كاختبار حال الصبي بالمماكسة هذا سيشرح أنه كيف حتى إذا أنستم منهم رجدا فاتفعوا إليهم أموالهم وبتل اليتامة حتى إذا بلغوا النكاحة فإن أنستم منهم رجدا فاتفعوا إليهم أموالهم يعني هنا الآية في سورة النساء يعني هنا متى نختبر أو متى نعلم أن الصبية صار آنس منه الرجد لندفع إليه أموالهم هل يتكرر منه ذلك شوف لاحظوا وبتل اليتامة حتى إذا بلغوا النكاحة فإن أنستم منهم رجدا فاتفعوا إليهم أموالهم طيب هو هو هنا قال في المتن في النظم وتارة لا بد من تكراري إلى حصولي تظن كاختبار حال الصبي بالمماكسة إله كاختبار حال الصبي أنه جاب أنه مثل اختبار الصبي أما هون في الشرح لا جاب اختبار الديك للأوقات قال كاختبار الديك للأوقات كما قاله الزركشي وألحق به أو ألحق به ابن قاسم كل حيوان مجرب أي كالحمار إذا تصور إي تصور هي بالحاجة أقول لك إذا تدور إذا صاح عند الجوع لاحظ إذا تصور هكذا في جميع النسخ وصوابه إذا تدور الذئب إذا صاح عند الجوع ويمكن أن يكون محرفاً عن تصويت متاء فوقية بدلاً من الراء طيب المهم هو أنا أقول لك أنه أنه أيضاً الديك يختبر للأوقات أنه هذا فعلاً هذا عندما يخرج هو هو يصيح عندما يخرج الفجر أو يؤذن الفجر أو يعني بدل أذان الفجر هذا نعم ممكن نعتبن أنه صياحة الديك هو إذاناً بدخول الفجر ألبدو تجروا بهذا كاختبار يشوف الديك للأوقات كما قاله الزركشي وألحق به ابن القاسم كل حيوان مجرب أي كالحمار إذا تصور أو تدور عند كما قلنا يكون فيها خطأ هذا تحريف وإلا فالديك قد وردت له خصوصية في الإقاظ للصلاة لا يشرك فيها غيره أوني في الحاش يلش الشيخ الفاذاني جاب أنه في بعض الأحاديث جاءت بذلك من أحاديث أبي داود عن زيد بن خالد قال رسول الله لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة ومن رؤيته للملائكة قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم سياحة الديك فاسألوا الله من فضله فإنها ترى الملائكة ومن ومن بركتها في الدار لما روى أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتنيه في البيت أن النبي كان يقتني الديك طيب أسألوا ما خرج هذا الحديث هنا خرج بس حديث الأول أن الله تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة طيب المهم هو بيقول لك أنه هذا ابن القاسم ابن القاسم أظن هو ابن قاسم الغزي هذا له حاشية على الشرح شرح بمثنة بشرجاع له شرح وله حاشية على وله هذا أيضا له الآيات البينات ابن قاسم الشرح له الآيات البينات حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع طيب أنه هذا ابن قاسم ألحق كل حيوان مجرب كالحمار لاحظ أنه إذا تدور وقول لك لا وإلا فديك وقد وردت له خصوصية في الإقاض للصلاة فأنه بنرجع وكثرة لابد من تكرار إلى حصول الظن كاختباري قال حال الصبي بالمماكسة قال حال الصبي بالمماكسة بالمماكسة في البيع ونحوه بأن يدفع أقل ما طلب ما طلب الصاحب السلعة ويطلب أكثر من قيمة الشيء الذي يريد أن يبيعه وأن يعرضه للبيع المماكسة يجب أن نعلم هنا لما الباري عز وجل وابتلوا لما الباري عز وجل قال وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاحة فإن أستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم يعني لا ندفع المال لليتيم ولو بلغ حتى نأنس منه الرشد الرشد هنا يكون بالمماكسة المماكسة يكون في البيع أو الشراء يعني نختبر الصبي أنه إذا أراد أن يشتري شيئا أن يشتريه بأقل مما طلب منه صاحب السلعة إذا كان مشتريا إذا كان بايع يعني العكس أن يطلب أكثر مما هو إيش يعني موجود في السوق يعني يبيع السلعة بأكثر من ثماني مثلها أو يطلب أكثر من ثماني مثلها حتى حينما يساويه ينزل إلى سعرها لأنه هي المساومة من البائع للمشتري أنه يكون برفع السعر أولا والمساومة من المشتري إلى البائع يكون بتنزيل السعر طيب أنه هنا إذن سنختبر اللحظ أو باختبار كاختبار حالي الصبي بالمماكسة له أنه هل هذه يشترط فيها عادة لاحظ وتارة لابد من تكراره إلى حصول ظن كاختبار حالي الصبي بالمماكسة له أنه هذا ما تحصل مرة أو مرتين لابد من تكرار ممكن الصبي أو المرة بالصدف هكذا أنه يشتري سلعة بأقل من ثمنها أو يبيع سلعة بأكثر من ثمنه صدفة منه أو لا يكون المشتري أو الباع الذي عمل معه يكون هو يعني هو أصلا رجل غشيم أو لا يدري ما البيع طيب حتى صبي ضحي صبي صغير ضحي له قبل البلو حتى إذا أنس الولي منه الرجد أعطاه ما له بعد البلو إذن يشترط في حال الصبي حتى نفل يشترط أنه التكرار من الصبي أنه تكرر منه قضية البيع والشراء ويشتري بمماكسة يشتري الشيء بأقل من ثمنه أو يبيعه بأكثر من ثمنه طيب قال فرع أنس منه الولي الرجد قبل بلوغه ثم طرأ عليه قال عقب بلوغه ما يجب زوال رجده كمرض وأنس منه الرجد في نوع كالتمر فهل يكفي أنسه معه في ذلك النوع أم يشترط في كل الأنواع أم يضبط بالعرف وأنه لا يغبن عادة القياس الأخير أقول لك أنس منه الولي أنس منه الولي الرجد قبل بلوغه ثم طرأ عليه يعني هو من قبل أن يبلغ فيه الرجد ويستطيع أن يبيع ويشتري بالمماكسة ثم طرأ عليه عقب بلوغه ما يجب زوال رجده كمرض مرض زال الرجده وأنس منه الرجد في نوع كالتمر فهل يكفي أنسه منه في ذلك النوع ومشترط في كل الأنواع أم يضبط بالعرف يعني هل يكفي أنه إذا ماكس في نوع واحد يكفي أم لا بد من أنه يماكس في أنواع أخرى أو لاحظ أو في كل أنواع أم يضبط بالعرف يعني أنه يضبط بالعرف طالما تعار من أنه هذا صار عرفا يعرف يبيع ويشتري خلاص في بعض الأنواع إذن يعرف يبيع ويشتري في أنواع أخرى إلا بأه الأشياء الأخرى مثل العقارات وكذا هذه تحتاج إلى احتراف حتى ليس الصبي ولا المراهقة تحتاج إلى احتراف كبير يعني في قضية البيع على العقارات وكذا وأنه لا يغبن عادة القياس الأخير طيب وسواها سوى هذه الصورة الصورة وهو ما لا يثبت بمرة ولا بمرات ولا بما يغلب على الظنف هو المستحاض إذا انقطع دمها فرأت يوما هذا هون بقى لا مثل القضية المتحيرة هذه هنا أنه لا يأخذ أو لا تثبت العادة لا بمرة ولا بمرات ولا بما يغلب على الظن خلافا لكل ما سبق فهو المستحاض إذا انقطع دمها فرأت يوما دما ويوما نقاء واستمر لها أدوار هكذا ثم أطبق الدم فإنه لا يلتقط لها قدر أيام بلا خلاف أنه رأت يوم ويوم نقاء ويوم كذا واستمر لها أدوار وهكذا ثم أطبق الدم فهنا لا يلتقط منها بل هي متدأة قاله الصورة ثم نقله أي الصورة في المرة القادمة إن شاء الله سنأخذ بعد ذلك مبحثني العادة ليست تعتبر إلا لدى الطراد كما اشتهر وحيثما تعارض العرف الجلي والشرق وليقدمنا الأولي هيك نكون انتهى هذا المجلس بأربع أقسامه في الفرائد البعية في القواعد الفقهية وفي المنطق فصل المعرفات وفي الفصل في المجمل المقيد المجمل والمبين في أصول الفقه في الورقات في الفيت بن مالك الأفعال الخمسة واجعل لنحب فعلان النونة في حدا عنده سؤال أو في حدا طيب الآن نكتفي اليوتيوب نكتفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر